اختي من التساقط للشعر والفراغات تبغيت اختيش شعر مسبسب وطويل بحال هاداش كلي كرهو يختيش كون هذا واحدة منكم من نعشاق الشعر طويل وكان حمق ما شاء الله على الشعر الطويل المسبسب اللي كي كنت ما شاء الله عامر الخلفة كاينة القسيسة كل شي ما شاء الله فاليوم جيت باش نبرعكم بهذا الشعر الحريري اللي انجاء الله غتحصل عليه اي وحدة الى جربت هاد الوصفة وتبعت معي المرحل دي لهذا الفيديو منذ البداية اللي حتى النهاية باش نشاء الله تستفدي منه لانه البنات حتى انا مرت من المشكل ديال صالح مرت من مشكل ديال تونيا ما شغل صالح تونيا قاع يعني تونيا كتر من الصالح الشعر كي بدأ ينزل بوحده فحلا مريضه بشي مرضه قدر الله ليه كبير فكلي عنده تساقط كلي عنده الفراغات كلي عنده الشعر ناشف 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 كرد كرد المشطة ما كتبغيش تزيد فيه يعني المشطة صفية تبدي مشطة من المقدمة كتبت شوية لتحتك كرد يعني الشعر ما كيبغيش يزيد لك نهائي فاليوم ما جيت واجبت لكم احسن وصفة لي هي وصفة الفلفل لي علاج الصالح او للتونيا او للفراغات او للشعر اللي ما كيطوارش لك يبقى في الحدد دياله بزيف الأمهات قالوا لي راعدنا بنيتاتنا عدنا ولداتنا الشعر دياله مره تحد ما بقاش قاع بغي طوال مره عام وعامين وثلاثة وشعر دياله فاليوم اختيجيت باش نبرعك بهاد للمولاتي الوصفة اللي هي غا تعالج لك المشاكيل كاملين غا تعالج لك تساقط الشعر تعالج لك الفراغ غا تعالج لك اي مشكلة عندك في الشعير ديالك فغير تبرع لي بهد للمولاتي الوصفة واردع لي الخبر في التعليقات انا متأكدة غا تعجبك ان شاء الله اقتصادية سهلة في تحضير ديالها بسيطة ورخيصة فالمهم البنات جر بها اردع لي الخبر صارحة الصغر والكبر وامنة مليار في المياه فغير تبع معي ان شاء الله الخطوات ديالها وقبل ما نمر المكونات لا تنسى ان اختم واحد لايك الله يسر امرك والله يحفظك اشتركوا في القناة مرحبا بك ما هي الفلفلا الخضراء او لا ما يسمى بفلفلا المشكارة ولكن في الدول العربية لا تعرف ما اسمها دياله اول شيء بالفلفلا الخضراء سوف أعطيها في الصورة المصغرة سوف أعطي الوصفة لتطول الشعر والوصفة التي تعالج الصالح أو التونية والتساقط والتشيب أعطي الوصفة لا تنسى لايك لكي نزيد معكم فيديو اقتصاديين و سهلين في تحضيرهم المهم أن تخذي الوصفة الفلفل الأخضر بالنسبة للمكونات التنوية اختي كمية التوم هذا اختي الحمر هذا الكركوبة غزالة و خصوصا الحمر ماشي البيض سوف تحتاج معي التومة الحمرة سوف تحتاج معي كمية من زرعة البصلة ديما كنت أخطيها معكم ديما سوف نقول لكم رعزوينة زرعة البصلة سوف أعطي كمية زرعة البصلة سواء درهم جوج درهم ثلاثة درهم وتبرع إلي أنت وولادك وبناتك بشرط كمية كبيرة من زرعة البصلة سوف تدير الوصفل ثلاثة درهم سوف تحتاج معي اختي شوية القرونفل أو لا يعرف بما يسمع يطول الشعار و ينوض الخلفة يجعل الشعر يسبب و ارتب حريري نعود المقادير زرعة البصلة القرونفل و التومة سوف نضيف الفلفل المشكرة الفلفل الأخضر سوف نضيف كمية الفلفل الأخضر و نقطع الشرائح كمية الفلفل الأخضر سوف نضيف كمية الفلفل الأخضر كمية الفلفل الأخضر سوف نضيف كمية الفلفل الأخضر فلفل الأخضر تسجد كمية الفلفل و فلفل اضع الكسرول اختي التومة اضع القشرة زرق البصلة وكمية القرنفل اضع التومة وفلفلة وزرع البصلة وقرنفل وكمية الماء وضع النار مهيلة 15 دقائق 10 دقائق تجنسوا تجنسوا طريقة التطبيق الثانية بالفلفل للخضراء بالنسبة للبنات يطولون الشعير على الطول لذلك حتى يترون لذلك تنسوا الثانية و تنسوا و تتغير الكبير و تنسوا النفضة إليك لا المكونات في الكاثرون نضع الكاثرون وضعه فقنار مهيلة ثم ندوز معكم بطريقة التطبيق نضع المكونات في الكاثرون نضع المكونات في الكاثرون نضع الكاثرون وضع الكاثرون نضع الكاثرون وضع الكاثرون نضع بالمكونات ويستطيع المكونات في كاثرون نضع الكاثرون نضع الكاثرون نجح سافي نجح سافي نجح الضوء نصف الضوء يمكن أن نضيف كمية أكبر يمكن أن يكون الضوء أغمق من هذا اللون ممكن أن يكون حتى أسود ولكن أنا أو لديه يغربوني وبالنسبة للفلفل الأخضر تسلق لنا نصرقة هانتو مرموكي بقشقه وقفكي في الأول ودكتومة هي البناتة تسلق 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 وطالقة الفعالية وكذلك تزرعت البصلة ويمري حمرة منعوش لكم ماشاء الله مباشرة نزول طريقة تطبيق طريقة تطبيق سهلة لنقطع جهة معكم ولكن من بعد ما نضيف النار على هذه الكسر نضيف النار نضيف النار نضيف النار نضيف الوصفة نضيف الوصفة جاهزة نضيف النار لنضيف النار بوصفة الثانية بالفلفل الأخضر وقد تتضيف النار استطبيق النار نضيف النار نضيف النار نضيف المحلول كامل نضيف المحلول كامل نضيف المحلول كامل تحتاج الفلفل الأخضر نضيف نصف الفلفل نضيف نصف نضيف نصف الفلفل نضيف نصف الفلفل نضيف نصف الفلفل نضيف نصف اضع القراءة ادخل القريعة اضع القرياء اضع القراءة اضع القرياء اضع القراءة تباية القراءة اضع المكان الذي لا يدخل الشمس مثلا سوف اضع المكتب اضع المنزل نضع المزيد و اضع المزيد و اضع المزيد اضع المزيد في 1 ضلاصة مغلاقة تقريبا لمدة البنت اضع المزيد بل أ بالمزيد اضع المزيد و اضع المفيد اضع المزيد لديك حلق من بعد ذلك الدياف و الرشاش وتضيف الشعير و الأطراف مع مصاج لمدة 15 دقيق و مدة سمانة و يرتب نسبس بحاري قسم نبي الله بناس الرشاش و الوصفة الديك جدا من زمان و كانت بغتاجة معيها قلي وقت فاش كما يقولي بقى صغيرة طفل صغيرة جدا اشتركتها مع امي ومشاء الله على الشعير حريري لا تخطني صراحة الوصفة الفلفلة الخضرة الفلفلة مشكار مهم هذه البنات التي تطول الشعر وحتى هي تعازجت الصالع ولكن البنات الذين لديهم مشكلة الصالع والثونية بزف بزف من الأحسن يديروا الوصفة الأولى اللي بغتا جيت معكم هذه أختي احسن لك بدي تطولي الضغبة وعندك مشاكل قليلة الصالع فأختي ديري هذه مهمة البنات شاركت معكم جد الوصفات سواء الاولى لعلاج الصالع او للتونية وحتى هي ترطيب الشعر وعلاشي او الوصفة الثانية الفلفلة والزيت الزيتون بالزيت البلدية بصحتكم ورحتكم في كل الحالتين اشتركي في القناة فعلي زيال الجرس ونطلق معك في فيديوهات مقبلة المزيد من الفيديوهات الممتعة جاية فاشتركوا في القناة مرحبا بكم وعلى اللقاء في الفيديوهات جاية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة